بداية ترأس اليوم رئيس والجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا متعلقا بتحضيرات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز حسب ما أكده بيان لرئاسة الجمهورية تم نشره بالصفحة الرسمية على موقع فيسبوك ويأتي الاجتماع قبل أقل من 15 يوما على انطلاق أشوال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 29 فبري إلى 3 مارس المقبل